مجزء الثالث عصر من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتح سيسي الأهمية التي توليها مصر للتواصل الدائم مع قيادات الكونغرس في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا وذلك في إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين مصر والولايات المتحدة جاء ذلك خلال استقباله وفدا من الكونغرس الأمريكي برئاسة السيناتر ريتشارد شيلبي حيث أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن أعضاء الوفد الأمريكي أكدوا الأهمية الكبيرة التي توليها الولايات المتحدة للعلاقات مع مصر مثامنين المستوى المتميز للتعاون المشترك بين البلدين ومشيرين إلى أن مصر تعد ركيزة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم العربي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة مهتمة بسرعة الانتهاء من أعمال المتحف المصري الكبير جاء ذلك خلال تفاقده المتحف المصري الكبير لمتابعة الموقف التنفيذي لأعماله ومستجدات تطوير المنطقة المحيطة وخلال الجولة التفاقدية أشار مدبولي إلى أن التطوير الذي تشهده المنطقة المحيطة بالمتحف الكبير يساهم في استكمال منظومة سياحية وحضرية مميزة تحقق للزوار تجربة فريدة وعقب زيارته للمتحف المصري الكبير توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى محطة متر أنفاق المتحف المصري الكبير لتفاقد الموقف التنفيذي لأعمال إنشائها وطلب رئيس الوزراء بضرورة تكثيف الأعمال بمختلف المحطات الجاري إنشاؤها ضمن الخط الرابع لمتر الأنفاق وذلك بما يسهم في سرعة دخولها الخدمة مشيرا أنه بانتهاء الأعمال الخاصة بهذه المحطات ستحدث نقلة نواية في وسائل النقل الجمعية تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والباية بأسعار أزيد من السعر الرسمية حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 380 قضية تمونية بمضبطات تقدر بـ 218 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 43 طن سلع غذائية كما تم ضبط أكثر من 30 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية وفي مجال الاستلاء على السلع المدومة تم ضبط أكثر من 31 طن دقيق وسكر مدعم أما في مجال حجب وبيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط أكثر من 114 طن أسمن توحد التسليح وفيما يتعلق بقضايا المخابز تم ضبط 497 قضية من بينها 141 قضية خبز ناقص الوزن و103 قضايا خبز غير مطابق للموصفات مشاهدين وصلنا إلى ختام مجاز الثالثة من التلفزيون المصري نشكركم على حسن المتابعة